قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بزيارة سفارة بلادنا في العاصمة الفرنسية باريس للإطلاع على المعرض الفني الدائم للمقام في قاعة عدن الثقافية بمقام السفارة وخلال الزيارة أعرب الوزير الإرياني عن إعجابه الشديد بمحتويات المعرض وتقديره لجهود السفير الدكتور رياض ياسين عبدالله وعضاء البعثة في تجميع اللوحات والقطع الفنية التي تعبر عن عمق العلاقة الثقافية بين اليمن وفرنسا وناقش الإرياني مع السفير رياض ياسين آليات تعجز العلاقات الثقافية مع المؤسسات الثقافية الفرنسية ودور السفارة في خلق آليات تواصل بينها وبين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في بلادنا والجهات التابعة لها وبما يضمن قودة التعاون إلى المستويات التي كانت قائمة قبل انقلاب الميليشي الإرهابية الحثية على الدولة وما قامت به من تدمير ممنهج للموروث الثقافي اليمني وأعرب الإرياني عن تقديره للجهود التي تبدوها السفارة في تعجز العلاقات مع دولة فرنسا الصديقة والتي تربطها ببلادنا علاقات تاريخية مميزة